السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه تعتبر المحاضرة الأولى التي ستكون مدخل لمادة الماس ترانسفير أو انتقال الكتلة الماس ترانسفير ممكن تعريفها ببساطة هي عملية انتقال مادة معينة موجودة في خليط من منطقة يكون فيها تركيز هذه المادة عالي إلى منطقة أخرى يكون بها تركيز أو طلع وهذا الكلام موضح بهذا الرسم الموجود على الدهنان فلو نفرض بأن هذه الخطوط الحمر تمثل مناطق مختلفة وهذه الدوار الزرقة هي عبارة عن جزيئات مادة معينة ممكن تكون أي مادة مادة A مادة B مادة C مجرد أنه عبارة عن جزيئات مادة موجودة في خليط معين هنا نلاحظ بهذا الرسم أنه تركيز هذه الجزيئات أو تركيز هذه المواد في هذه المنطقة هو أكبر من تركيزها في هذه المنطقة الموجودة عنده هنا التركيز نقصه ب عدد الجزيئات لوحدة الحجم المعينة والتركيز ممكن يقاس ب ممكن يقاس ب وحدات وعدة وحدات لقياس التركيز يعتمد على طبيعة الوسط الهجانية العاملوية لكن هذا التوضيح بصورة عامة لو نفرض بأنه عندي أربع جزيئات من هذه المادة الموجودة عنده هنا في هذا السطح هذا طبعا السطح الأحمر هذا عبارة عن منطقة افتراضية حدود افتراضية احنا افتراضناها حتى نوضح عملية انتقال الكتلة ففي حالة وجود منطقتين ويكون تركيز مادة معينة في أحد هذه المناطق أكبر من تركيزها في المنطقة الأخرى مثل ما نلاحظه هنا هنا عندي أربع جزيئات وهنا عندي عدد جزيئات يساوي صفر هذا راح يأدي لي إلى انتقال هذه الجزيئات من المنطقة ذات التركيز العالي إلى منطقة أخرى ذات التركيز الأقل فهذا راح يأدي إلى حركة هذه الجزيئات بهذا الاتجاه هذه المنطقة أسميها منطقة رقم واحد على سبيل مثال وهذه المنطقة هي المنطقة رقم ثنين فلو فرضت بأنه هذه المادة الموجودة عدد هنا هي عبارة عن المادة A هنانا حسب هذا الرسم نلاحظ بأنه تركيز المادة A في هذه المنطقة يعني نقدر نقول بأنه الكنستريشن مالت المادة A في المنطقة رقم واحد هو أكبر من الكنستريشن في المنطقة رقم الثنيين فبمجرد أنه يكون عندي فرق بالتركيز بين النقطين مباشرة رح يحدث عندي انتقال الكتلة أو ماس ترانسفير هذا هو التعريف طبعا بأبسط شكل من أشكاله لكن بتفاصيل أكثر إن شاء الله رح نجي نتطلق لها في هذه المادة مادة الماس ترانسفير طبعا أو مادة انتقال الكتلة تعتبر مادة أساسية في الهندسة الكيميائية وبها ترتبط أغلب عمليات الهندسة الكيميائية بخصوصا عمليات الفصل أغلب التطبيقات الصناعية وعمليات الفصل مثل ما قد ترتبط بالماس ترانسفير بصورة مباشرة رح تأخذ على شكل الفصول إن شاء الله في كل فصل رح نتطرق إلى عملية جديدة لكن المحاضرات الأولى رح تكون هي الأساس في الفصول القادمة اللي رح تتطرق إلى الدفوجين وتتطرق إلى ماس ترانسفير ثيوريز وتتطرق إلى ماس ترانسفير كوفيشينت وهذه التعريف والمصطلحات رح تبقى يعني إن شاء الله على طول السنة باعتبارها رح تكون هي الأساس لمادة انتقال الكتلة فمثل ما قلنا مبدئيا ممكن تعريف الماس ترانسفير ببساطة هي عملية انتقال مادة في خليط معين من منطقة يكون فيها تركيز هذه المادة عالي إلى منطقة أخرى يكون فيها تركيز هذه المادة أقل وطبعا الماس ترانسفير أو انتقال الكتلة ممكن أنه يحدث بالطور الغازي أو بالطور السائل أو بالطور البخاري وحتى في الطور الصلب يعني مثلا لو كان عندي منطقة بها فتغاز بتركيز عالي ومنطقة أخرى ما موجود به هالغاز إذا صار تلامس أو اتصال بين المنطقتين ففتشيبه ديه رح يبدأ الغاز ينتقل من المنطقة على التركيز العالي إلى المنطقة على التركيز الواطن وكذلك الحال بالنسبة للسائل أيضا في حالة إذا جبنا مثلا قطرة من الحبر وذا بينها فيه غلاس من المي رح نلاحظ بأنه قطرة الحبر تبدي تنتشر في جميع الزاء في غلاس مالة المي السبب أنه القطرة مالة الحبر من نسبة للسائل تركيزها في هذه المنطقة سيكون جدا عالي بينما تركيزها في بقية أجزاء السائل سيكون قليل فلذلك رح تبدي جزيئات الحبر تنتقل من المنطقة ذات التركيز العالي إلى المنطقة ذات التركيز الواطن وطبعا عملية الانتقال تستمر بالحدوث إلى أن تصل إلى حالة توازن وبعدين إن شاء الله رح نجي نشوف شنو حالة التوازن وشنو الظروف اللي تحددها حالة التوازن وشنو الظروف اللي رح تأثر لي على حالة التوازن لكن مبدئيا أهم شي نعرف بأنه طول ما أكو فرق بالتركيز بين منطقتين هذا يعني بأنه رح يكون هناك وجود ماس ترانسفير أو انتقال البطل الآن نجي على موضوع المولكور الديفيوجين أو الانتشار الجزيي الانتشار الجزيي ممكن تعريفه ببساطة هو عبارة عن انتقال جزيئات المادة A خلال وسط من المادة B بسبب وجود فرق بالتركيز والسبب الرئيسي أو القوة المسببة لعملية الانتقال مثل ما ذكرنا قبل قليل هو عبارة عن فرق التركيز فلو فرضنا بأنه هذه المنطقة اللي موجودة عدينا هذا الخط الافتراضي هذه المنطقة رقم واحد وهذه المنطقة الموجودة عدينا هي المنطقة رقم اثنين طبعا جزيئات المادة وجزيئات المادة B نجحة نتحدث هذه الحصة حاليا عن فقط البايناري ميكسير أو الخليط الثناي الجزيئات هذه ممكن تكون جزيئات سائلة ممكن تكون جزيئات بشكل غاز أو بخار أو ممكن حتى أن تكون جزيئات صليبة نلاحظ من هذا الرسم بأنه تركيز المادة A الموجودة عدينا هو كبير مقارنة مع تركيزها في هذه المنطقة اللي هو تقيبا صفر ما عندي أي جزيئة للمادة A يعني على سبيل المثال لو فرضنا بينه هذه الموجودة عدينا هي غرفة أو قاعة في بداية القاعة وطبعا القاعة موجود بها الهواء اللي هو نفرضها المادة به في بداية القاعة جبنا فد علبة لمادة عطرية كعطر أو غيرها وفتحناها راح نلاحظ بعد فترة معينة من الزمن انتشار العطر في جميع أنحاء القاعة أول ما ينتشر بالمناطق القريبة بعدين يستمر بالتحرك إلى هذا الاتجاه إلى أن يصل إلى حالة التوازن وبعدين نعرف نفاصيل حالة التوازن لكن مبدئيا لو جبنا مادة عطرية مثل ما قلنا وخلناها في بداية القاعة الشخص الموجود في نهاية القاعة في بداية الأمر ما راح يتحسس المادة العطرية موجودة هنا ولكن بعد مرور فترة معينة من الزمن راح يبدأ يتحسس وجود هذه المادة العطرية بسبب وصولها إلى نهاية القاعة فاللي راح يحدث بأنه المادة A راح تبدأ تنتشر بهذا الاتجاه اللي هو الاتجاه اللي يكون بها التركيز واطئ فرح تبدأ جزئيات تتحرك خلال الوسط A أو العفو خلال الوسط B تتحرك بهذا الاتجاه من نقول خلال الوسط A مثل ما ذكرنا المثال اللي وضحناه قبل قبل قليل قلنا في حاجة إذا كانت عندنا مادة عطرية ووسط الانتشار راح يكون في هذه الحالة هو الهواء المادة العطرية هي راح تكون هي المادة A والهواء أو وسط الانتشار راح يكون هو عبارة عن المادة B فالميكرو ديفيوجين ممكن تعريفه ببساطة هو عملية انتقال المادة A خلال وسط من المادة B من منطقة إلى منطقة أخرى بسبب وجود فرق التركيز والدرايفنج فورس بالنسبة لهذه العملية أو القوة المسببة للانتقال هي عبارة عن فرق التركيز أو طبعا مثل ما قلنا ممكن يكون طور غاز ممكن يكون طور بخار ممكن يكون طور سائل وممكن حتى أن يكون طور صلب الوسط المادة B ممكن يكون ثابت وممكن يكون متحرك وبعدين راح نجي نأخذ حالات مختلفة وراح نجي نشترق المعادلات الخاصة بها لكن احنا من قلنا المادة B هي وسط الانتشار لأنه اللي يهمنا في الدراسة لهذه الحالة على سبيل المثال هو المادة A فلذلك انتقال المادة A هو اللي راح يهمنا لكن بنفس الوقت ممكن أنه نتوقع أن يكون وسط الانتشار B هو ثابت غير متحرك يعني مثلا لو كانت عندي هذه القاعة ما بها أي مروحة أو ما بها أي تيار للهواء فالهواء راح يكون ساكن بينما الجزاءات العطرية راح تبدو تنتقل من بداية القاعة إلى نهاية القاعة في وسط ثابت من الهواء أما إذا جئنا شغلنا بنكة أو سلطنا أي نوع من أنواع تيارات الهواء فبهذه الحالة أيضا المادة B راح تكون متحركة لكن المبدأ راح يبقى نفس المبدأ أيضا تحرك جزاءات المادة A من منطقة ذات تنكيز عالي إلى منطقة أخرى يكون تنكيزها أوضاء خلال وسط لمادة الانتقال اللي هو راح يكون به فمثل ما قلنا المادة B ممكن أن تكون ثابتة ممكن أن تكون متحركة بهذا الاتجاه ممكن أن تكون متحركة باتجاه معاكس وممكن أن تكون أصلا متحركة بشكل عشوائي المادة هو واحد هو عبارة عن عملية انتقال المادة A ضمن وسط ناقل اللي هو ال-B من منطقة ذات تنكيز عالي إلى منطقة ذات تنكيز أوضاء الثالث وضيحي آخر على موضوع المالكول الدفوجين هو لو فرضنا بأنه عدنا فتبيكر بماء ناقي وعدنا قنينا تحته على حبر فمن نجي نخلي قطرة من الحبر في هذا الماء الصافي راح نلاحظ بحدوث انتشار لقطرة الحبر السبب هو أنه تركيز الحبر في منطقة القطرة سيكون جدا عالي مثل ما موضح عدي في هذا الرسل فلو نجينا وخلينا القطرة بهذا الشكل تركيز الحبر سيكون في هذه المنطقة جدا عالي بينما نلاحظ تركيز الحبر في المنطقة المحيطة بها وصفر باعتبارها المائل ووجود عدي نقل فلذلك راح يتحقق شرط الموليكول الدفوجين اللي هو عبارة عن موجود فرق بالتركيز فبالتالي راح يبدأ الحبر ينتقل من هذه المنطقة إلى جميع عزاء السائل هذا الشيء طبعا راح يحدث بالتدريج في بداية الأمر تتكون عندي منطقة يكون بها تركيز عالي بينما المنطقة البقية راح يكون بها تركيز وصفر أو تركيزه حيكون جدا قليل بعد ذلك راح تبدي تنتشر بصورة أوسع ولكن اللاحظ حسب هذه الألوان أكو ما يزال عندي فرق بالتركيز لا يزال تركيز الحبر في الوسط أو في المركز هو عالي وتركيزه في المنطقة المحيطة أقل إلى أن يصبح تركيزه هنا نصفر في هذه المنطقة السبب أنه بعد ما وصل إلى هذه المنطقة المحيطة الموجودة عندي هنا راح تستمر عندي عملية الانتقال أيضا راح تكون بشكل أوسع وأيضا نلاحظ وجود فرق بالتركيز لا يزال موجود أنه تركيز الحبر في المركز هو جدا عالي وتركيز الحبر في المنطقة كل ما يبتعد عن المركز راح يكون أقل هذا اللون هو أفتح وهذا اللون هو أفتح وهذا اللون هو أفتح إلى آخره يعني دائما الانتقال يحدث في المركز في اتجاهات مختلفة و Nhلاحظ أنه الانتشار في حيث ما كان عندي السائل هو ثابت الانتشار راح يكون تقريبا منتساوي في جميع الاتجاهات السبب انه فرق التركيز متساوي في جميع الاتجاهات يعني مرح ياخذ اتجاه معين دون اتجاه اخر وطبعا مرات الجرابيتي تأثر ومرات ماكو عندي عملية فليكسينج ايضا تأثر لكن مبدئيا الانتشار يحدث بصورة متساوية تستمر عندي عملية الانتشار بعد اكثر الى عن اللاحظ انه انتشر تقيبا في جميع عزاء السائل لكن لا يزال هناك فرق بالتركيز او تدرج بالتركيز اللاحظ اللون هنا عندي هو يكون غامض اكثر دلالة على تركيز احلى ويبدأ اللون يخوف كلما لتعد عن المركز مارت القطرة اللي صارت في بداية بعد ذلك تستمر عملية الانتشار الى عن يحدث عندي تجانس تام باللون في جميع عزاء السائل في هذه الحالة رح تتوقف عندي عملية الديفيوجين السبب انه التركيز رح يبدأ يكون متساوي في جميع عزاء السائل اللاحظ بهذا الشكل بانه رح يستمر بالانتقال الى عن يحدث لون متجانس تجميع عزاء السائل هذا يعني بانه بعد ما يوجد عدي اي فرق بالتركيز التركيز صار متساوي في جميع عزاء السائل فتتوقف عندي عملية الديفيوجين وهي بالحقيقة مو تتوقف بعدين رح نجي على تفاصيل الاكوليبريم او التوازن ورح نشوف شن اللي يحدث به الوقت اللي يحتاج الحبر او قاطعة الحبر حتى تنتشر في الوسط الموجود عدي هنا يعتمد على عدة ظروف كدرجة الحرارة على وضعية السائل اذا كان هو عبارة عن بي عملية خلط او اذا كان ثابت ويعتمد على هواي ظروف اخرى بعدين رح نجي نتعرف على الظروف اللي رح تأثر على سرعة انتشار مادة معينة في وسط اخر فالمبدأ الاساسي لعملية الانتشار هو ايضا فرق بالتركيز فلذلك يسمى بعملية موليكول دفيوجين او الانتشار الجزء فالموليكول دفيوجين تعريفه الاساسي وهو تعريف جدا مهم هو عملية انتقال مادة من منطقة ذات تركيز عالي الى منطقة ذات تركيز اقل في وسط انتشار وسبب الانتشار الرئيسي او القوة المسببة للانتشار هو فرق التركيز فقط يعني إذا كانت عندي عملية ميكسينك أو إذا كانت عندي عملية خلط رح تدخل ظروف أخرى لكن إذا كان عندي سائل أو وسط الانتشار سواء كان سائل أو غاز أو صليبا إذا كان عندي ثابت والانتشار حدث فقط بسبب فرقة التركيز فبهذه الحالة رح نسميه موليكولو ديفيوجين رياضيا ممكن التعبير عن الموليكولو ديفيوجين عن طريق استخدام قانون فك الأول أو فكس فيرس لور قانون اللي يستخدم لوصف الموليكولو ديفيوجين هو عبارة عن فكس فيرس لور فكس فيرس لور هذا القانون يقول بأنه الموليكولو ديفيوجين لو الأن أي رح يساوي سالد ديفيوزيفتي A B F D C A by D Y هذا هو قانون فك الأول اللي هو عبارة عن قانون موليكولو ديفيوجين هذا القانون يفرض حدوث انتقال مثل ما قلنا بين منطقتين لو كانت أدي منطقة أولى ذات تركيز عالي وكانت أدي أيضا منطقة ثانية ذات تركيز أقل رح يحدث عندي انتقال لو فرضنا بأنه هذه المنطقة رمزانها بالرمز منطقة رقم واحد وهذه المنطقة هي المنطقة رقم اثنين وفرضنا بأنه عندي جزئات المادة A الموجودة هنا تركيزها عالي في المنطقة رقم واحد وتركيزها أقل في المنطقة رقم الثين رح يحدث عدي عملية انتقال بهذا الاتجاه السبب بالانتقال هو عبارة عن موليكولو ديفيوجين طبعا رح تتحرك مسافة معينة للأجزاءات ما رح تجي تتحرك رح تتحرك من هذه النقطة الموجودة عدي هنا إلى هذه المنطقة الموجودة عدي هنا فلذلك رح تكون عندي كأنما مسافة التحرك هي بهذا الشكل هذه المسافة مرة التحرك رح تنزلها بالرمز Y وطبعا هذه الأسطح الموجودة عدي أو هذه المناطق الموجودة عدي سواء كانت المنطقة رقم واحد اللي هي موجودة عدي هنا أو المنطقة رقم الثين هي عبارة عن غالبا ما تكون مناطق افتراضية يعني عندك فد وسط معين أو عندك فد غرفة معينة تأخذ منطقتين بيها على مسافة متر عن الحائط أو على مسافة متر من المركز إلى آخره يعني بمعنى آخر أنت أصلا تفرض منطقتين افتراضيتين وتقيس المسافة بين هذه المنطقتين اللي هرمزنا لها بالرمز Y فبهذه الحالة قانون FIC الأول يقول بأنه NA يساوي سالب D AB DCA by DY وطبعا NA هو عبارة عن نسمي المولر فلاكس NA NA رح يساوي المولر FLAGS المولر فلوريت هو عبارة عن كمية عدد المؤلاء المتحركة خلال وحدة الزمن أما بالنسبة للمولر فلاكس فهو عبارة عن المولر فلوريت مقسوم على مساحة الانتشار وهذا فتشي جدا مهم وفتشي جدا ضروري أنه نعرف إش نقصر بمساحة الانتشار مساحة الانتشار نقصر بيها هي عبارة عن المساحة السطحية اللي يحدث من عدها الانتشار فقط المساحة السطحية اللي يحدث من عدها الانتشار فلو فرضنا بأنه عدنا وعاء استواني مثل ما مضح بهذا الشكل يحتوي على H2O هذا الوعاء الاستواني مغلق من جميع الأطراف مع عدد سطح مالته راح يكون معرض للهواء فهنانا من تحدث عدي عملية تبخر للماء تبخر ممكن يحدث بسبب حرارة أو بسبب فرقة التركيز الآخره خليه ركز وقت على الموليكولو ديفيوجين فلو فرضنا بأنه حدث عندي موليكولو ديفيوجين للماء يعني تركيز الماء هنا عالي أو تركيز البخار على السطح عالي بينما تركيزه في الهواقع فلذلك راح تبدأ جزيئات تتحرك باتجاه الأعلى تبدأ جزيئات البخار مالة الماء تتحرك باتجاه الأعلى أو بهذا الاتجاه تستمر بالصعود إلى الأعلى هنانا اللاحظ بأنه الانتشار أو الديفيوجين أو الموليكولو ديفيوجين جا يحدث فقط من السطح يعني المساحة السطحية للانتقال أو للمسل ترانسفير أو الديفيوجين راح تكون هي فقط هذه المنطقة اللي موجودة عدي هنا مساحة المقطع العرضي للانتشار فلذلك من أجل 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 على المساحة السطحية للانتشار اللي هي هاي راح تكون مساحة المقطع العرضي للفزن فضروري جدا أنه نعرف المساحة السطحية اللي جاي يحدث من عدها الانتشار حتى نقدر نحسب الفلاكس من الفلوريت أو نحسب الفلوريت من الفلاكس مثال آخر على سبيل مثال لو كانت عندنا قطرة مطار قطرات المطار أو ما تتكون يكون حجمها جبير لكن أثناء نزولها باتجاه الأسفل راح يصغر حجمها السبب أنه حدث معدها تبخر بسبب الحرارة بسبب فرقاء درجات الحرارة بسبب الكونفكشن اللي جاي قف عندي ولا نجي فقط نركز على الموليكول ديفيوجين هنا قطرة الماء من تفقد جزء من الموليكول السمال الموجودة بها راح تفقد من جميع المساحة السطحية للكرة لو فرضنا في أنها كروية طبعا هي مو كروية وستكون بشكل نير النية لكن فرضيا نعتبر بأنه عدنا حالة مثالية اللي تكون بها القطرة مالة البخار بشكل كروي مثل ما نلاحظ عدي هنا هنا الفقدان للماء راح يحدث من جميع سطح الكرة فلذلك من أجي أحسب المساحة السطحية مالة جميع عزاء قطرة المطر اللي تحدث عندي فلذلك المساحة السطحية الانتشار راح تكون بهذا الشكل أما إذا كان لدينا فقد مسبح يحتوي على مياه و مساحة المقطع العرضي لهذا المسبح هي مساحة مستطيلة نفرض بأن عدنا مساحة مستطيلة بهذا الشكل ويحدث عندي تبخل الماء من سطح المسبح التبخل الماء يحدث فقط من سطح المسبح باعتبار أنه صحيح مكعب بشكل أو متوازي مستطيلات لكن فقط السطح الأعلى من هذا المسبح سيكون معرض الهواء فلذلك فقدان الماء سيحدث فقط من هذه المساحة السطحية موجودة هنا فلذلك من أقول أن تحسر مساحة الفلكس لازم أقول بأن المساحة بين مساحة الانتشار مساحة الانتشار عبارة عن مساحة السطحية التي يحدث منها الانتشار فقط أما بنسبة مساحة السطحية ف电 lodS بها التي يحدث بها الانتشار هذا أول حد بالنسبة ل kg بنسبة 就是 Muller الحد الآن نت traz حد الثاني Some oi DARP البخ ي RPM Diffusivity أو Diffusion då نقول دي هي عبارة عن diffusion coefficient نقدر نسميها diffusion coefficient of A through B او مراته مكام نقول diffusion coefficient تسميها diffusivity ببعض الأحيان المكان ما نقول diffusion coefficient نسميها diffusivity فنقدر نقول هي عبارة عن diffusivity of A through B او انتشارية معامل الانتشار او الانتشارية وحدات قياسة هي عبارة عن meter square per second meter square per second بمعنى آخر معامل الانتشار هو عبارة عن مؤشر يوضح سرعة انتشار المادة في مساحة معينة خلال وحدة الزمن يعني مثلا السيارات من نعرف كل سيارة بها فد ميل لقياس سرعة السرعة لقياس لسرعة هذه السيارة فد ميل او مؤشر او فد ساعة تأشر لي سرعة السيارة فكل سيارة لها سرعة خاصة بها كذلك الحال بالنسبة المواد الكيميائية كل مادة كيميائية لها خاصية تسمى diffusion coefficient او تسمى diffusivity ايضا خاصة بها تحدد سرعة انتقالها خلال وسط معين وهنانا اذا تلاحظون diffusivity ما رمزناها فقط diffusivity of A او فقط diffusivity of V وانما رمزناها بالرمز diffusivity A B هذا يعني بانه معامل الانتشار او الانتشار اللي هي نفسه ما تعتمد فقط على المادة وانما تعتمد على المادة وايضا تعتمد على وسط الانتشار احنا اتفقنا بانه دائما المادة المنتشرة نرمز لها بالرمز A ووسط الانتشار دائماً نرمزها بالرابس بي بالنسبة للديفيوزيفتي ما تعتمد فقط على المادة الكيميائية لحجانة عاملية هو أن ما تعتمد على المادة وعلى وسط الانتشار وهي بالصورة النهائية هي عبارة عن سرعة انتقال المادة خلال المادة معينة ووحداتها هي عبارة عن متر سكوير بير سكيند الحد الآخر في قانون فك هو السي اي طبعاً هنا عندي حد فرنشي بعدها راح نشوف شنو فائد بالديفرنشيال وشنو السبب به الحد الآخر هو راح يكون السي اي هو عبارة عن المادة اي فنقدر نعرف السي اي هو عبارة عن الكنستريشين أوف اي ووحدات طبعاً راح تكون بشكل كيلو مول على وحدات الحجم اللي هنا راح تكون متر مكعب أما بالنسبة للواي فالواي مثل ما عرفناها هي عبارة عن المسافة اللي راح تتحركها الجزئات خلال انتقالها من منطقة رقم واحد إلى منطقة رقم ثلين هذه المسافة يأما تكون افتراضية احنا نحددها او تكون عندنا فتحالة معينة احنا جاي نقوم بدراستها فراح تكون عندي الواي هي مثبتة مسبقاً فالواي اقدر عرفه اقول هي عبارة عن مسافة اللي هي عبارة عن المسافة اللي تحركتها الجزئات المادة اي فهنا اذا نجي على هذا القانون ونركز به نشوف في انه المولارفلاكس او كمية مولات المادة المنتقلة من المادة اي خلال واحدة من الزمن مقسومة على مساحة الانتشار تساوي سالب وهذا السالب الهدف منه هو انه الفلاكس معاكس الكنسطراتيشن يعني الكنسطراتيشن هو عبارة عن نحن نعرف انه اي دفرانشير هو عبارة عن CA2 منس CA1 اي دفرانشير اذا عجينا كامل نابل صورة مباشرة طبعا هلطك اما انت مراح يكون مباشر باعتبار انه عندي معادلة لكن مبدئياً لو قلنا DCA هو عبارة عن CA2 منس CA1 هذا قاعدة ثابتة لان نحن نقل دائماً من المنطقة الرقم واحد يكون تركيزها عالي والمنطقة الرقم اثنين يكون تركيزها اقل فالCA2 دائماً يكون اقل من CA1 فبالتالي الكمية او اشارة هذا المقدار رح تكون هي اشارة سالبة يعني الكنسطراتيشن سيكون متناقص فلذلك اكو عندي اشارة سالبة موجودة عندنا حتى تعوض عن هذه الاشارة السالبة لانه من الفلكس مستحيل تكون كمية سالبة لانه عبارة عن كمية انتقال وماكو كمية انتقال سالبة بمعنى اخر انه الفلكس او من الفلكس يتناسب تناسب تناسب تاردي مع الكونستراتيشن كل ما يكون عندي الفرق بالتركيز عالي كل ما كانت عندي سرعة الانتشار اكبر وكل ما يقل عندي فرق التركيز تبني سرعة الانتشار تقل الى ان تتوقف عندي سرعة الانتشار او رح تكون تقييبا صفر عندما ناصر حالة التوازن وراح نجي بعديا ان شاء الله ونعرف ونشوف شنو حالة التوازن وبالاضافة الى موليكور ديفيوجين ممكن انه يحدث عندي انتقال بسبب وجود الكونفكشن الكونفكشن هو عبارة عن تسليق قوة خارجية تسبب عمليات الانتقال يعني مثلا قبل قليل ذكرنا مثال قطرة الحبر وقلنا بانا قطرة الحبر رح تدي تنتشر من منطقة التركيز العالي الى منطقة التركيز الاقل لكن لو سوين عمليات خلط للماء اللي موجود عدي في الوعاء اللي يحتوي على الاشتوء بعد ان ذبينا القطرة مالة الحبر سوين عمليات خلط انتقال الحبر رح يتم بطريقتين الطريقة الاولى هو الموليكور ديفيوجين بسبب وجود فرق بالتركيز بالاضافة الى هذا عملية الخلط ايضا رح تسبب عملية انتقال لجزياءات الحبر بالاضافة الى عملية الموليكور ديفيوجين فلذلك نتوقع بانه انتقال الكتلة ممكن انه يحدث بسبب الموليكور ديفيوجين اللي هو فقط سبب فرق التركيز بالاضافة الى للك ممكن ان يحدث بسبب وجود كومفكشن كومفكشن هو عبارة عن قوة خارجية كعملية خلط اذا كان عندي سائل او على سبيل المثال اذا كان عندي عطر مثل ما قلنا في بداية القاعة واجينا شغلنا بنكة العطر رح ينتقل ايضا بطريقتين الطريقة الاولى هو بسبب فرق التركيز فصال عندي موليكور ديفيوجين والطريقة الثانية اصلا هي البنكة رح تسوي عملية كومفكشن للهواء ورح تقوم بتحريك الهواء الهواء من رح يتحرك بصورة كبيرة يعني بصورة كتل كبيرة او عدد كبير من الجزائيات ايضا رح يقوم بتحريك الجزائيات للمادة العطرية اللي موجودة ويها فلذلك رح يظهر عدنا شكل جديد بالانتقال الكتلة اللي هو انتقال الكتلة بواسطة تيارات الحمل اللي هو كومفكشن ممكن يكون بالسائل مثل ما قلنا عملية خلط وممكن يكون بالغاز مثل ما قلنا هو عبارة عن عملية تشغيل مروحة تقوم بتحريك تيارات الهواء فلذلك المعادلة العامة لانتقال الكتلة ممكن ان تكون بالشكل التالي نقدر نقول بانه الان اي رح يساوي لي سالب الفيوزيفتي اي بي في دي سي اي باي دي واي وهذا اللي ذكرنا قبل قليل هو عبارة عن فيكس فرسلو زائد كومفكشن تير اللي هو عبارة عن اكس اي في انا زائد الان بي صارت عدي هذه المعادلة العامة هاي المعادلة العامة اللي هو overall equation اللاحظ بانه بيها هاي المعادلة حدهم الحد الاول اللي هو ذكرناه قبل قليل اللي هو عبارة عن molecular diffusion هذا الحد هو عبارة عن Molecular Diffusion أما بالنسبة للحد الثاني فهو عبارة عن Convection Diffusion أو الانتشار بوجود تيارات الحمل هذا الحد الأول هو عبارة عن Fixed First Law إذا نلاحظ هذا الحد الأول اللي موجود عدي هنا هو عبارة عن Fixed First Law Fixed First Law فلذلك انتقال المادة A أو الفلاكس مادة المادة A ممكن أن يحدث بوجود Molecular Diffusion بالإضافة إلى تيارات الحمل في بعض الأحيان هذا الحد يتصفر إذا ما كان عندي أي تيارات حمل موجودة عدي هنا فلذلك دائما من نجي نبدي نبدي من المعادلة الأساسية اللي هي المعادلة موجودة عدي هنا أو Overall Equation أو طبعا هنا الب هي عبارة عن Molar Flux of Component B ف الب هي عبارة عن Molar Flux of B وال X A و X A راح يكون هو عبارة عن Molar Frux of A بالخليط الموجود عدي فايرا راح أقول هو عبارة عن Molar Frux of A and the mixture Molar Flux طبعا مثل ما قلنا قبل قليل هو عبارة عن Molar Flux of A و بالنسبة ل Molar Flux of A هو عبارة عن Dimension Less فدائما من نجي نشتاق أي قانون أو نجي نشتاق أي معادلة لازم نبدأ من هذه المعادلة الأساسية اللي موجودة عدينا اللي هي Overall Equation of Mass Transfer تتكون من حد Molecular Diffusion برادة عن Convection Diffusion